المترجم للقناة 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذه قيمة كبيرة أيضا البطالة المنخفضة التي كانت تساهم في النمو الاقتصادي الإسرائيلي الآن ارتفعت من 3.8% في سبتمبر إلى تقريبا 10% في أكتوبر وهذا أعلى بثلاثة أضعاف هذه كلفة اقتصادية مرتفعة أيضا الحكومة الآن أصبحت تنافس القطاع الخاص في إسرائيل على السيولة حيث أصبحت تستدين تحديدا من السوق الداخلية من خلال إصدار سندات وهي بالتالي أصبحت تحد من النمو الاقتصادي أيضا من القطاعات التي تأثرت بكل هذه العوامل قطاع العقار وهو كما نعرف عالميا هذا من أكثر القطاعات المحركة للاقتصادات الآن كثير من الإسرائيليين تقدموا بطلبات لتأجيل أقصات قرودهم العقارية هذه ربما مقدمة لما نراه بتراجع الطلب على العقارات تحديدا في تل أبيب وهذه كلها مؤشرات تشير إلى أن القادم سيكون أسوأ من حيث النظرة الاقتصادية المستقبلية أيضا قطاع السياحة عادة في شهر أكتوبر من العام الماضي زار إسرائيل بحدود 380 ألف سائح شهر أكتوبر بعد السابع من أكتوبر فقط الذين زاروا إسرائيل يصل إلى 89 ألف سائح وهؤلاء حجزوا قبل السابع من أكتوبر لذلك نعرف أن الشهور القادمة ستكون مخيبة للتوقعات وربما تصل إلى النقطة الصفرية فيما يتعلق بالسياحة إلى إسرائيل كل هذه العوامل ستساهم وهذا الألم في القطاعات الاقتصادية ربما يلقى صدى لدى الحكومة الإسرائيلية